اشتركوا في القناة ايها قال انت عافى من كل ابتلاء وقد ابتري من هو خير مني ومنك الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل اقسم الله عز وجل وقال ولنبلونكم بماذا يا رب بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وكلنا نازهم عند المصيبة والابتلاء اننا صابرون ولكن الحقيقة غير ذلك فمن هم الصابرون قال الله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اعرفتهم الان انهم قوم اذا اصابتهم مصيبة تؤلم القلب او البدن او كليهما معا قالوا انا لله وانا اليه راجعون ودعونا نتدبر قليلا في هذه الكلمات المباركة انا لله وانا اليه راجعون انا لله مملوكون والمالك يتصرف فيما يملك كيفما يشاء ولا حق لنا في الاعتراض وانا لله عبيد عبودية مطلقة وعلى العبد ان يطيع اوامر ربه ويتقبل كل البلاء والمصائب بالصبر والاحتساب والحمد فكل من قال ان لله اقرب ثلاث اشياء اقرب الملك لله واقرب العبودية لله واقرب توحيد الله وانا اليه راجعون وصائرون يوم القيامة للجزاء والحساب وهل يكفي مجرد القول باللسان ان لله وانا اليه راجعون دون تسليم ورضى بقضاء الله لا فيجب علينا جميعا ان نجمع بين قول باللسان ان لله وانا اليه راجعون وخضوع واستسلام وصبر واحتساب بالقلب مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقل لها واصبري فقالت المرأة اليك عني فانك خلو من مصيبتي فلما عرفت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت اليه وقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى هو ده مربط الفرس اللي لازم كلنا ننتبه اليه الصبر عند الصدمة الاولى لأن من لم يصبر صبر الكرام خسر أعظم الخسران والعاقل يفعل أول يوم في المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام وكيف نوطن أنفسنا على قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند كل مصيبة علمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تفئ مصباح النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما هذا مصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يساء المؤمن فهو مصيبة وده معناه منتهى البساطة أننا يجب أن نوطن النفس على قول إن لله وإنا إليه راجعون في كل مصيبة صغيرة أو كبيرة يعني أضرب نفسي باستمرار لو انقطع النور أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو تعطلت السيارة أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو استضمت قدمي بالباب أقول إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا ابتلان الله بوفاة عزيز أو وفاة ابن صالح مقرب للنفس أو فقدان للبصر نقول تلقائيا إنا لله وإنا إليه راجعون ونحصل بإذن الله على ثواب الصابرين الاسترجاع أو قول إن لله وإنا إليه راجعون هو خاصية خاصة بهذه الأمة المباركة لم تعطى لأي أمة من الأمم السابقة قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يقصد الاسترجاع وقول إن لله وإنا إليه راجعون ولو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال يا أسف على يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لا تعارض بين الصبر والرضا وبين الحزن وأن تدمع العين كما حدث عند وفاة إبراهيم ابن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون وإحنا بنشوف حياتنا نمازج كتير الناس تتسخت وتجزع عند وقوع المصيبة بها فنرى بأعيننا لطم الخدود وشق الجيوب والعويل والصياح وهذا كله من الصخط والجزع المنهي عن عند المصيبة وخير ختام قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر